نتابع التقرير من كردفان ورمجع خريف عند قبائل البقارة في كردفان بمواسم الأفراح يعودون فيه للشق الرملي في شمالها يتفيؤون من الأرض الفسيحة والمراع الواسعة أماكن لإقامة الأفراح خاصة الزواج هنا طاب المقام لقبيلة الترجم إحدى مكونات قبائل الحوازمة قريبة من مناطق أبو حراز وكازجيل وهي أسواق مهمة بالنسبة لهم تجري هذه اللحظات ترتيبات لزواج أحد أبناء القبيلة تتسارع خطى هؤلاء النسوة لبناء منزل الزوجية للعروسين وهو مناسبة قائمة بذاتها لها طقوسها وترتباتها الخاصة فللموقع شرق الفريق اعتبار وكذلك نوعية الأشجار التي يبنى منها والبروش التي يغطى بها والأياد المباركة التي تربط مكونات الدار أما البيت من الخارج فلابد أن يكون علامة ورمزا للزواج بألوانه الزاهية وموقعه في واجهة الفريق تصحب عملية البناء للبيت بنوعية محددة من الأغاني التي تدعو للزوجين بالسعادة والاستقرار والنماء بعد اكتمال بيت الزوجية يسدل عليه رداء أبيض يجلب خصيصا للمناسبة يسمى الطاقة يتجه الناس لمراسم الزواج الأخرى وهي تجهيز العريس والعروس ترجمة نانسي قنقر في ليلة الحنة والجدما دائما ما يحاط العريس بمجموعة من أصدقائه وأبناء وبنات القبيلة توضع الضرير للعريس وتعم المكان الفرحة وتتعالى أصوات المغنيات وزغريد الفرح ويعبق المكان بشذى العطور والبخور بعد قضاء النهار في الأماكن الخضراء والوارفة يعود العريس للفريق وقبل الدخول لبيت الزوجية يطوف العريس سبع مرات حول بيته قبل الدخول تيمنا بأيام الأسبوع وتتم عملية قطع الرحط والأفراح في الغالب تستمر أياما قبل وبعد الزواج إذن هي أفراح لا تنقطع ترتبط دائما بموسم الخريف عند قبائل البقارة في كردفان تتجدد حياتهم بالمناسبات السعيدة والأفراح يتزودون لمسيرة العودة جنوبا بكل ما يحتاجونه من الأسواق التي تنتعش بمقدمهم اشتركوا في القناة